دشنا مدير عام مدرية المنصورة أحمد علي الداودي أعمال السفلة بمشروع إعادة تأهيل الشارع العام بالمنطقة الصناعية الدرين البالغ تكلفته 237 مليون بالتمويل مشترك ما بين السلطة المحلية بالعاصمة والمديرية واطلع مدير عام المنصورة على سير الأعمال الجارية في المشروع المتضمن إعادة سفلة الشارع مع تنفيذ أعمال الطلاع وصيانة البراودرات مؤكدا أن تنفيذ المشروع يأتي ترجمة لتوجهات وزير الدولة محافظ العاصم عدن أحمد حامد لم لس إعادة تأهيل شارع المنصورة مشيدا بدعمه لجهود السلطة المحلية بالمديرية والوقوف إلى جانبها لأنه وضع بالمستوى الخدمي المقدم للمواطنين